كي يبدأ الفيلم نمع واحد المهندس في الإلكترونيك اسمه خواكين ولكن مشلول وعنده كلب اسمه قاسيميرو عيش هو ويهف لكف ديال الضرح الدائر خدمته كل هاتمه الكلب ديالو مريض هذا المده التالي وليس يتحرك بلاسته دائما غير ناعس خواكين دار له التحاليل ومنين هضر مع الطبيب قال له ما عنده حتى مشكلة من غير أنه عنده مرض نفسي هذا شيء علاش وغير غالس وليس يتحرك خواكين بقى في كلب ديالو وليس يبقى يتعدب فقرر يقتله لكي لا يزيد شيء يشوفه هو مشهدر له السم في البيسكوين الذي يأكله لكي يموت بلا ما يحس ولكن في الآخر تراجع وليس يديرها هنا ضقت علي واحدة اسمه بريطة مع بنته الصغيرة بيتي وهم جاءوا يشوفوا الضر الفوق ليضع خواكين الكرة طلعهم وبريطة شفت دكشي فعجبتها الضر ومشجبت الرحيل ديالها فنهارها الأول حاولت تهدر مع خواكين ولكن كان يجاوبها قليل ففهمت أنه لا يريد أن يضرب كثيرا في النهار الثاني خرجت تقلب على بنتها حتى لم أجدها في الدار وخرج معها يقلب حتى أخواكين وقلبوا في الجردة وقلت له أنها بنتي موال فديمة تخبع وأنا سأقلب ونلقاها المهم هو أن تقلب في الجردة وقلبت طنوبي القديمة وكلها مشخشخة يعني كانت دائرة كصيدة واستنجات أن أخواكين ندار بها كصيدة لكي لا يمشلول وليس يجعوا للدار يقلب وعاود وقلت بنتها مخبعة غير في البلاكار الكوزينة فأخذتها وخرجوا للفوق من أن كانت بريتا تقضي الحوايج وقلت تصور الخواكين مع بنته ومرتو وكلبه وفهمت أن بنته ومرتو ماتوا في هذه الكصيدة وقلت له بريتا فكرت لكي تفاجأ أخواكين وتفرحوا فصوبت العشاء وعرضت عليه أن تأشى معهم للفوق وقلت وقلت معهم وهنا سؤولته وعلى ما نعزل ولم يريد أن تهدر مع التشيحة فأخذتها من المدة وأنا أعيش بوحدي وقلت أن أبقى بوحدي وقلت في هذا الشيئ راحتي وقلت لها أني حاولت أن تهدر مع بنتك بيتي ولكن لم يجعبتني وقلت له بالبنتها جاءتها حالة صدمة من عامين هذه ومن ثم لم تبقى أن تهدر ولم يجب أن تهدر البنت بيتي نهار على نهار تزيد تقرب من الكلب كاسيمير حتى ترتحت له هذا الشيء لاحظه أخواكين وحتز عمات ويجب أن تهزوا عندها ويجب أن ترى فهمها التي حبثتها وغوتت عليها لكي لا تهزوا الكلب الذي رأيتها تحرك بلاسته ووقفه وكانت هذه الأول مرة لأنه يوقف من نهار مرد ومسكين الوقف الذي يوقف بحل الذي يريد أن يدفع على البنت ثم البنت نزلت عنده شداته وعنقاته وهو تفاعل معها أخواكين فرح وتأثر بكثيرا ونزل لها كاف دياله وأخي كان فرحا لحيط حالة الكلب وتحسنات ولكن تفكر بنته ومرته وبدأك يبكي عليهم غير قليلا بدأك يسمع شيء يهضره في الحيط فهذه السماعة الطبية حتى على الحيط ودرها في ودنه ثم بدأك يسمع شيء صدراج لكي يهضر مع رجال أخرين ويقول لهم خاصنا نهضره بشوية لكي هذا المشلول لا يسمعنه أخواكين عارفهم كيف يقصده هو وهنا بريطا يطلعهم من الفوق لكي يتعشى شد ميكروفون داروا في سماعات وبرونشه مع البيسي دياله لكي يسجل له كل شيء وطلع هو يتعشى فاكمل ونزل اسمع التسجيل الذي تسجل وعرفهم أنهم عصابات يخطوا مهمة سيقومون بها وعرف أن الزعيمهم اسميته خير ليطا أخواكين كتب اسميته واسمية لرجاله الذين يأخذوا في التسجيل ومنين ذات سمع قالوا أن المهمة سينفدوها نهار المهرجة التي يدعون في المدينة يعني ما زال لهم غير جديد السمانة على التنفيذ وزاد عرفهم بالذين تابعين ومراقبين الحركات في داره وحفظوا الحركات بالسنسور التي يدعون من أن يظهروا ويهبط يعني أخطهم سيبدأها من أين يسمعوا السنسور أخواكين لم يفهموا ومنها دارهم ومعرف ماذا عن قصدين وهو بالذات وفكر أن يزرع كاميرا في الشقه في الحيط لكي يعرف معلومات كثير مرمى الكاميرا سجلت شي حوية تفرج في التسجيل وتمشى في العصابة يحفروا في نفق تحت داره هذا شيء يزد خلعه كثير وفكر غير في الأم وابنتها لكي يباعدهم على الدار حيث تخايف عليهم ظهر هذه الساعة لديهم وقال لها لا يحتاج أن تخويل الدار أو سيمانات ومراهات قدر يترجع بريتا لا أريد وقال لها بناتنا عقد كما لا نستطيع أن نخرج حيث لا يمكنني أن نمشي أنا وابنتي هنا أخواكين لا أعرف ما يقول لها فقال لها صافي واخها ولكن من بعدها بطي أن يلقب ونورك شيئا مهم وقال لها سنخرج ونأتي عندك وقال لها تلقب ويكمل التقلاب حتى تتسالي بريتا ونأتي عنده مع خدم الكاميرا رأيها دخلت عند العصابة وسلمت على الزائم خير ليلته وعرف أن بيناتهم على قوية جزء من الخطة وهو ما الذي يصفتها تسكن عنده لتلاهي ويحفرهم على خطرهم وقال لهم حتى ما يوقع في الدار أخواكين تصدم كثيرا فيها ولكن فكر بالعقل ولم يريد حركة يجعلها تشك فيه من إنسالة وجهة عنده للقبو وقال له ما كنت أريد أن توريني وقال له لا 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 وقال له أريد أن أخرج أن أقلس معكم في الليلة يتفرج في العصابة ولم يراجعون في خطهم وعرف أنهم موجودين قنابل لكي يديروا تفرقية تحت الأرض الخزنة التي في البنكة ويضعوا طنوبيل صغيرة في النفق التي يحفروا إلى الدار أخواكين لكي يضعوا فيها الفلوس الذي سرقه في النهار الثاني أخواكين أخواكين رأي ابنة بيتي تأتي أدود الكلب وهو تبقى تهدر معه بشوية مع العلم أموها تقول أنها لم تهدر وهو كيف في هذه القضية؟ لقد أضع ميكروفون في الطوق لكي يسمعها ما تقول له ومن بعد أن يقوم بأسفل القبو وقالس يتفرج عود في العصابة وفي خير لطوق يدر بأحد من رجاله اسمه بيتي تجد فيه حيث تجدهم صيفة الصديقة وميساج يقول لها في العنوان البنكة الذي سرقه بيتي تجد يحفله بالتالي لكي يتمنعها عليه ومنوي في هواله ولكن خير لطوق لم يرحمه وقلقه رأسه وقتله في البلاصة وقلقه مساعدته ويجعله من إيزورده ويغبر هذا الجودة لم يرحمه تليفونه ويصفت ميساجات لصديقته لكي لا تشعره ويقره بيخير هنا أخواتي تأكد بالخير لطوم ويجريم خاطر وليس غير شفار في هذه الليلة تظهر عند بريتة ويصبح يدر معها عادي ولم يجعلها تشعر بشيء ولكن يجعلها تشعر بشيء حتى داخلت ولم يبقى فيها الذي يوقف فأخذ هذه النموسية ثم أضرب لها إبراه مناومة لكي نعسيت وربطها مع النموسية قبل أن تنعس قال لها أنا عرفت الخطة لك مع العصابة خير ليتو وليس غير رهان أزل القبو وكمل الفراجة في العصابة هنا أسمع الزعيم قال لأحد من العصابة اسمه بيدرو والذي الذي مخطط لهذه العملية كلها هو الرئيس الشرطة اسمه وهو الذي أعطاهه من كودة الخزنات ومنهم الخزنة الأكبر تجير المخديرة في البلاد وقال لهم الخزنة ليست تفتح حيث يدرب فيها إنظار يدرب عنده في داره يعني إذا فتحوها ستتعلم وتصدق الخطة فاشلة أخوكين كان غير يسمع ويكتب أي معلومة قالت لغتليه في الصباح وهو طلع عند بريتامور ما فاقت وجد لها الفطور وقال لها بغيت غير نعرف كيف حتى تعطي في واحد مجرم بحل خير ليتو هي قلت له عرفته عمين هذه وهو ضريف معي ومع بنتي وما نقصني حتى خير معه وهو رأى واحد مزيان مجرم وهذه اللي بغي يدير غير صرقة كبيرة وصافة هنا أخوكين كان يبدلها ببيسي ورأى آخر اللي يطول مزيان وضريف هو كي يقتل في بيتشي هي تصدمت فيه بثاف حيث لم يكن حساب لها يقدر يوصل للقتيلة من بعد نزل القبو وحفرته 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 في الارض خرجته في النافق الذي حفرين العصابة وصدت الحفرة بالعزيل الصوت حيث يعرف يستطيع أن يحتاج لها شي نهار مرة هار جاء كي يسمع ليهم وهم لقوا مشكل في النافق حيث خرج لهم قدوس الماء في الطريق وهم غلطوا وحفرته في الطريق الغالطة وخرجوا على الطريق النافق الصحيحة بجوجمتر ودباء خاصهم يعودوا يحفرته في الطريق الصحيحة غير رأى مخواكين خواهو النافق ونزل هو كي يرى هذا القدوس فيه جاء ولكن قبل أن يصل رأى واحد منهم جاء يهابط أرجع تخبعه لثقف الحيط وعمر رأسه بالغيس كي لا يرى غير مشار جاء يطلع في حاله ودخل الدار ويقلب على بيتي ولكن لم يتوقعه ومنين نزل القبو ورأى في الكاميرات قبل منه القبو ودخلت من الحفراء ودخلت في النافق وخرجت إلى مقر العصابة وهو يبقى كي يشوف وخيف عليها ومقدر يدير واله ورأى دخلت عندهم ولكن منين رأيتهم جايين تخبعت عليهم ولم يشاهدوه وهنا جاء الرئيس البوليسجو لا يهدر معهم عن الخطة وهو قال لهم القنابل ستفرقعهم في الوقت الذي سيطلقوا الألعاب النارية للمهراجين لكي لا تسمع الصوت في الوقت الذي لا يهدره زوردو طلبت له الساعة فبقى يقلب عليها وتالف وخيف من خير ليلته ولكن لم يدهش فيه حيث يتوقفيه من بعد خرجوا كاملين وهنا بيتي رجعت تجري خرجات وطلق لها أخواتين طلع عامل الحفرة ومسكين بقى عن نقفها حيث يخيف عليها كثيرا ودخلتها هي اللي هزت الساعة لزوردو من بعد طلع عند بريتا وقال لها بنتكارها كثيرا وسمعها ما كانت تقول لكلب مسكينة كانت تشكى عليه من خير ليلته حيث لا يتحرش بيها وكي يهددها إذا قالت شي حاجة لشي حد سيقتلها هنا بريتا تصدمات وبدأت تكتبكي وبدأت تنتقم منه على ذلك الشيء الذي يدر لبنتها ولكن أخواتين بقى يوثي فيها ويهدنها ووعدها سينتقم لها منه فهذه اللحظة صنع لها خير ليلته أخواتين قال لها هدري معه متبيني ليهواله لكي لا يبدل علينا الخطة وفعلا هدرت معه ودازت المكالمة على الأخير مر يومين وصل نهارة تنفيذ المهمة أخواتين نزل للنفق قبل من الوقت الذي ستنزل فيها العصابة هو هزو واحدة من القنابل الذي يضعه وضعها في هذه القدوس لكي ينزلوا يتفرق عليهم ويغرقوه ولم يوصلوا للخزنة أخواتها تحت الخزنة وبقى يحفر حتى تخرج البنكة خدقوا واحدة من الخزنات وفتحها ويجب منها الفلوس كل هذي فيها فش كان راجع شفشي واحدين من العصابة داخلين يديروا ضويرها في النفق قبل من الوقت فالطر يرجع يتلع للبنكة باش ما يشوفوهوش معها تخرج معها فارقعوهما واحدة من القنابل وجابوه الشفات وبدأوا ينقيوا النفق من الغبرة هو استغل الفرصة فنزل ورجع دغيال القبو دياله قبل ما يحصل ومن بعد تسد الحفرة مور شوية ثلاثة من العصابة نزلوا للنفق وفتحوا الخزنات ويجبدوا منهم الفلوس وبدأوا ينزلوا فيها والأخرين يعمروا ويصفوا للمقر هنا واحدة منهم سمعت شي صوت في النافق وفش نزلت تشوف كين ثم كانت تصدم من القتل ما جاي وعمروا النافق في رمش تعين حتى تحبسات ولملقى كيفية تخرج وهنا بدأت تغوث بشي حد يخرجها ولكن تراري الاخرين حتى هم موحلين جهة الخزنة أما خير ليتتوزوردو كانوا في المقر ومنزلوش معاهم من ينشفوا الأمور كبيرة عليهم خرجوا هربوق بالميري بالنافق وخلوا البقية يغرقوا فهذا الوقت حتى ألقبوا دي الخواكين بدأ يغرق هو أخذ الشنطة دي الفلوس وطلع وخبع الفلوس في البلاكار مورا هامش يشوف بريتا فلقى هان نعسى غير قرب حداها فاقت وزت شي حاجة دي الزاج ضربته بها وبغى تكتفه ولكن رجع هو ضربها وضرب ليها يبرمو نويمة ومشزر بلدوش يصل عليه الثرب اللي كان فيه ونسى مربطه من بعد لبس حوايجو وخرج لبرة لقى البوليس معمرين الحيفين ساكن ثم قل لهم رألقبوا عندي عمر بالماء ومعرفت ماذا عنه فهذا الوقت كان القائد البوليس في الطنوبيل كي يشوف فيه من البعيد فعيط على خير الليتو يساولوا ما هذا يوقع خير الليتو قل له أنا براسي لم فهمت ما الذي يجعل القادوس يتفرقع مراهجو جاب رجاله من البوليس وضقوا على الأخواتين أخواتين يجعلهم يدخلوا أما جوب قائل صحاطيه ولم يتحدث معه قليل صنا خير الليتو بريتا وتليفونها كان في يد الخواكين غير صنا هو سكته وهنا نضع عنده وجوده وكتب فيه النمرة له صنا وقل له لو قاعد شيئا عيط ليه حيث حساب له التليفون الخواكين من بعد البوليس يكملوا التقلب وخرجوا قليل صنا خير الليتو مع رجاله ولبسهم بحل البوليس وقال له جينا ندير التفتيش لدارك هو طريق اللي يدخلوا بش ميشكوش فيه غير دخله جو عيط على خير الليتو وقال له رحل خزنة لهذا التجرد المخدرات يعني طاحوا في مشكل خير الليتو قال له من بعده نهضره أنا دبا لم يسهليش وقبل ما يكمل معه التليفون خواكين صيفت ما يسجم تليفون بريتا لجو قال له أجل الدار دابة غير كمل خير الليتو معه سوى الخواكين واش معك ش يحد في الدار هو جاوبه كنت كارية عندي وحدة مع بنتها ولكن يومين هذي خرجت ولكن الظهر لم يوقف معه فهادي حيث بيتي خرجت من موره خير الليتو غير شافه عرفه كداب فجبد الفردي ديالو دار له كاتم الصوت وقال له شوف مورك خواكين من ان شاف البنت ما بقى عرف ما يقول وتم خير الليتو طلع الفوق مع رجاله فلقوا بريتان أعصى مغيبة وقع من رجاله يضربه خواكين وشوية سمع تليفونها كيصوني من ان انهزل قاجوه وكيصوني ليها لكي يقول الخواكين يفتح له الباب حيث حسابه كيصوني الخواكين لسيدة ولكن خير الليتو فهم فهمته فهم شفتح عليه الباب شده دخله وضربه لكي يفهم من نوع لماذا يصوني لها ومن ان انهزل قادرها أصلا لم يكن أعرفها انا من صوني الخواكين هو الذي أعطيها ليه وهو الذي يكتب له ميصاج لكي نجل الدار انا خير الليتو عرف ان خواكين بكي بزاف وتم سؤاله ما هو هذا الشيء يوقع خواكين يخرج راسه دار جهة زورده وبدأ يقول له اعتقني ويكون قد كلمتك نحن متافقين خير الليتو وقف بيناتهم هو مصدوم حيث هذا الشيء لم يدخل لها رأسه اما زورده يحاول أن يشرح لهم ما الذي لا يعرفه اول مرة اصلا سيشوفه كلهم استغربوا حيث كيف سيعرف اسمية لزورده ولكن خواكين بقى شد في كذبته وقال ليهم انا متافق مع زورده لكي نسرقوا البنكة قبل منكم ونقسموا هذا الشيء على جوج غير بيناتنا وفوق هذا الشيء زورده يومياً يأتي عند بريتو ويدخل من الترجم وهو اللي خضرها وكتفاف النموسية وقال ليهم كلامه قال ليهم تفاصيل خطهم كاملة وعرفت اسمية بيدرو اللي معاهم بيدرو كان معصب كثيرا تم مدار عند خير الليتو وقال له رأيت زورده اللي كنت كنقول لك ما تتاقش فيه انت ما كنت كتسمع زورده ما زالك يحرف لهم باللي اول مرة يشوف خواكين خواكين بشي تبتشك ديالهم نعات لهم بلاست الساعة زورده وفعلاً جبدوها خواكين قال ليهم كنسها اخر مرة يفجع عند بريتو هنا زورده عرفت صغرق وطح في الفخ تم خرج الفردي دياله وطيرا في بيدرو خير الليتو رجع تيرا فيه وقتله حتى هو هنا بريتو فاقت وهي تلقى فردي طيحة في الأرض خداته ومشت تيرت في خير الليتو اما خواكين هزت الفردي وهدد به جو لكي لا يقرب ليه وليه للسيدة وبنتها جو كان مهدن وقال له بالعكس انا اللي قدر نجمع هذا الفوضى تمام شكي يجمع الجوتات ودرهم فطن وبيلته وغبر الأطرد الجريمة من الدار وهنا قال لخواكين ستعطيني النص الفلوس اللي سرقتي وانت اخذ النص هكا حسن لا تتفرج القضية وضيع حياتك خواكين قالوا انت اللي حياتك بين يدي وخصك تخاف تم خدم له الفيديو اللي مسجله فيه كي يهدر مع العصابة على الخطة جو بقى واقف كيفكر وهو يشوف البيسكويت ديال الكلب فهزت واحدة وكلها إذا عقلته أخواكين راكاندر فيها السم لكلب فيه في الأول المهم من المفكر فهزت الفردي اضعه على رسبيتي وقال لخواكين بدلت رأيي ديالي ستعطيني الفلوس كلها أخواكين لم يكن لديه ميدير فخلق خددك شي ومشى جو كان صيغ في الطريق والسم بدأ يلعب له فداته وضخ فلا بقى قدر يتحكم في الطنوبيل وهو يدخل في واحد الكاميو دايز غير ضربة الطنوبيل خرجته أحده من الجوتة التي في الكوفر جو كان بغيعة قراصه خرج من الطنوبيل الزعمق قبل أن تفرق عليه ولكن السم جلاله في دمه مروا مدازه شيامات أخواكين بعض دار دياله وخدد بريد توبيتي وكلب كاسيميرو ومشوا بدأ وحيتهم من جديد بعيد حتى يقع في هذه البلاصة وهنا تسال الفيلم ديالنا نتمنى الملخص يكون أعجبكم وما تنساوش تفرجوا في الملخصة الفايتا وديروا الاشتراك لكي تفرجوا في الملخصات الجاية انتلاقوا في الفيديو الجاية